اشتركي كصادقة لانه انت من النوع اللي كيعجبه الفلوس وكبرتي خسك الاتسنس وطرع عراعتي في هاد المشاكيل وهاد شيء ديال الفلوس وديال السلام عليكم متتبعين كديري لبس عليكم بخير هنين كنتم لنا يا ربي تكونوا على خير وبخير ودوز نهاركم على خير وبخير وصيامكم على خير وبخير وبصحتكم في طاركم اخوتي اليوم فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله كانت منينا الاعجاب ديالكم وكانت مني هاد الفيديو هادي تكون خيفة ضريفة على قلوبكم واليوما غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بصراحة طول واحد المسلسل مسلسل طول بزاف وباقي زايد مطول وما كنضج وشورها غادي وقف لانه فيه فيه الاتسنس وفيه الفلوس وفيه يعني ما يدار ولكن ما كي شرفناش احنا كمغاربة دائما ندخلو ونشاهدو نفس السيناريو ونفس المسلسل مشاكل عائلية هادي المشاكل هادي دامت اكتر من سانة وكاملين كنعرفوها عائلة في هالبنت في هالأب في هالزوجة في هالوداباء زادت حاجة خورة جديدة المتتبعين وهي زوجة الأب بصراحة اللي لقبها بالسريعة فهي سريعة والله العظيم من هار اللي سمعت اللقب ديالها ضحكت اللقب ديالها والله بصراحة شا نقول لكم هاد الأسرة هادي كانت أسرة ما غديش نقوله يا سعيدة لأنه احنا ما عايشنش معهم ما كنعرفو شنو كان في الأسرة لكن كانت فيها الأخت سعاد و سي محمد وفيها أربعة الأطفال اللي جوج بنات يوسرا وفاطم الزهراء وجود كوراء صغارين جولاد صغار من بعد الأم والأب تلقو وحنا كنا شاهدين على هاد شي كامل يعني الناس اللي متبعين هاد المسلسل راح من الأول كنعرفو شنو هي القصة تلقت الأم والأب من بعد كل واحد مشاء لجيها والأب عايش مع البنات لأنه البنات تختاروا عيشوا مع أباهم ودكوراء عايشن مع الأم ديالهم لأنه دكوراء صغار يعني الأم اللي كتحت ضنهم ولكن من بعد واحد الفترة قصيرة تلقت الأب تزرب وقفز ومشاء من من مدينة المدينة أخرى اللي هي بعيدة ومشاكلك بغير تزوج وتزوج وجاب عروسة ووجا موضوع ديالنا مشي هي العروسة إن شاء الله بق نهضروا على الموضوع ديال العروسة ونهضروا على زوجة الأب والأب والإبنة وكيفاش كيتصرفوا كيفاش المستوى اللي عندهم كيتصرفوا به وهذه نهضروا عليه في واحد الفيديو آخرى من هذا الفيديو هذي المتتبعين ديالي خصصتها نهضر على الإبنة لأنه خرجت بواحد الفيديو ما عجبتنيش بصراحة بواديكلا فيديو ما عجبنيش لحال عليها أنا بغيت ندير واحد الفيديو بغيت ندير هذا الفيديو هذا اليوم لحبات يسرى بأنها كتدر علمها ماما حبيبة ماما حبيبة توحشتك وكان بغيك وكان قطعك من جنابي وكان قطعك وكان قطعك وكان قطعك بغيت نقول لك حبيبة اللي كتقطع مها من جنابها كتمشي برجليها لعندها وما كيكون شاهدت شي واحد كأنه عادة بشيلة في قلبك خصك تقوله لماك بينك وبينها وفوجها وقعي لقت هذا الحال وكان الاعتدار قدام الناس فماشي ماشي 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 شي حاجة اللي كتا لم تستهلاش ممك ولكن من بعد خصنا نشوف واحد الفيديو اخر اللي انتي مع ممك ماشي مع الناس اللي ضد ممك فهذا كشي اللي كتا تقولي كامل أحبيبة ديالي كامل كان كدوب في كدوب في كدوب في كدوب وكانت بينتع الاصل ديالك وبينتع التربية ديالك خرجتي في الفيديو ديالك تعتذر الام ديالك قلنا ما كان حتى شي مشكل يعني البنت ندمات وبغت تعتذر الامها على ذاك شي اللي كانت كيستر منها وعلى ذاك شي اللي كانت كتا تسمع الامها وكتا تسكتها لأنه اي واحد عنده مشكل مع امه ما يتحملش ولو عندك المشكل مع امك ما كتتحملش انشي شخص اخر يجي ويتعلك في امك اي مخلوق ما يحملش واحد يعير لامه انتي كنتي كتتسمع امك كيتطعنوا فيها وانتي ساكتها ولا تحركينا ساكنا بالعكس بعد مره تجي واحد تسمع الوجه بحلي انك سعيدة ان امك تهان وقدم الملايين دين الناس فهدك بصراحة عرفنا اه عرفناك اش من طينانتي من بعد هذا الفيديو ديالك هي لزا تخلاتني نخرج بهذا الفيديو كانت من حبوباتي الاحباب ديالي المتتبعين ومتتبعات اللي كانت شاهدوا هاد الفيديو هالي ما تنسونيش من البارتاج وما تنسونيش من اللي لايك ديالكم باش الفيديو يترفع في يقدر يوصل لواحد نسبة كبيرة في اليوتيوب والناس اللي بقى جدادين فكن نقولكم مليون الف مرحبا بكم في القناة ديالي وما تنسونيش من اللي زابوني ديالكم اللي لايك ديالكم اه احتهما فهذاك الفيديو حبيبالي حتيتي بصراحة وكنت نتاظر عنك الدولة في العشياء سوف يتقرر احيان الفيديو وكنت نتاظر بشوق انك سوف يتقرر فيديو مع امامك لانه انتظرت مغمانة مخصة تمشي تمشي عندها وقلت انا معبلي ما احيان 100% قلت ركيك صادقة لانه انتي من نوع اللي يؤمنته بالفلوس وكبرتي خصك الآن تنس وطرع عراعتي في هاد المشاكيل وهاد شيء ديال الفلوس وديال الخصك و الله يدوي الحال الله يدوي الحال فهانتي عندك قناة كبيرة والأب ديالك عنده قناة كبيرة وتبارك الله عليكم ومزيان هاد شيء ولكن مشي على ظهر ماماك أحبيبا مشي على ظهر ماماك عندك المشكل مع ماماك خلي ماماك أبر على اليوتوب ومشاكلكم أبر على اليوتوب هكذا باش تقدروا من بعد تحلوا مشاكلكم تكون صغيرة ما يكونوا يدخلوا في هالناس حق أنتم كتفضحوا مشاكل ديالكم وكتفضحوا أسراركم أنا كنشوف الأخت سعاد ما كتهدرش ما كتهدرش عليكم ما كتطعنش فيكم ما كتقول غادين رجع غادين هدرت على هاد الموضوع ولكن ماشي كتطعن بحل كنشوفه دابا لزوجة الأب ديالك ولا الأب ديالك يحضر غير براسه ما بقي نفع من والو بصراحة وهذا الشي ما كيشرف ناشو ما كيشرفش للمغاربة وما كيشرفش اليوتوب المغربي ولينا كنشوفو الناس وليس كتقدر دل أي حاجة طعن في الأم ديال أعلق بالفلوس باش نشد الفلوس لها عندي مشكل مع أمين حلو أنويها وقاعي لقت هذا الحال أنا نعتادر الأم ديالي نخرج بفيديو نعتادر لها قدم الملايين ولا الملايير ديالناس فهذاك شي كامل رخيص تحت تحت رجلين ممي ولكن باش نه غير باش نشد الفلوس ومحنا كنشوفو كانت ما عمتك أنت مع مرات باك أنت كات وش ديالي أنت كات مع ما على بالكش من مقاح وخارجنا في فيديو بأنك تكتب علينا وكتكتب علينا مغاربة كاملين فهذا الشي ما كيشرفناش وما كيشرفناش أننا تنشاهدك ولا يكون عندنا بك شي علاقة بصراحة لأن الأم كتبقى هي الأم وبصراحة أنا ما مشيت ما شيت بيك ولكن قلت ربما العواشر هذه البنت بغت تصالح مع الأم ديالها وبغت ترجعها لقتها مع أمها ولت وحشت الحنين دمها ولت وحشت السدر ديال أنها تقع لي ولا تعنق أمها ولا تبوس أمها ولا تمرح أمها هذا الشي قلته لأننا كاملين بشر وكاملين كنحسو بنفس الإحساس ولكن أنت غير يعني ما كتحسي لب الأم ما ولا ب هذا الشي كامل ما كتحسي لب أنك عندك أمك ولا غدا تكون عندك بنتك ولا مكان ضنشان هذا الشي اللي كيهمكم هما هادو هادو هما الأهم فوق كل شيء الحق هادشي بصراحة الإنسان مخصوش يسكت عليه وقالك وساكت عني الحقي شيطان أخرس باقي إن شاء الله نحضر على هذا المواضيع المتتبعين ديالي لأنه لازم نحضر على هادشي ولينا كندخلوا اليوتيوب لنا كنشاهدوا غير هادشي وكنشاهدوا غير هاد الكواريت وغير هاد الفضائح والفضائح الأسرار الأسر وما كنشاهدوا شي حاجة اللي هي منفع علينا والأبناء ديالنا والمجتمع ديالنا فهولنا كنشوفوا غير الطرهات والتفاهات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهدي هي الفيديو ديالي اليوم أنشاء الله بقم على فيديو التانية جائة إن شاء الله يبقي نحيين وكنت منها هاد الفيديو هاد تكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وكنت منها إن شاء الله الفيديو اللي جاية تكون حسن من هاد و تعجبكم حتى هي و أصفوا على خير و أخليتكم على خير الفيديو جاي إن شاء الله